نفذت هيئة تنظيم سق العمل 750 حملة وزيارة تفتيشية خلال الفترة الممتدة من الرابع إلى العاشر من أغسطس 2024 وأسفرت الحملات عن ضبط 55 عاملا مخالفا وغير نظامي فيما بلغ عدد المرحلين خلال نفس الفترة 196 مخالفا وأوضحت الهيئة أنه تم تنفيذ 734 زيارة تفتيشية على مختلف المحل التجارية في جميع المحافظات إلى جانب 16 حملة تفتيشية مشتركة منها 10 حملات في محافظة العاصمة وحملتان في محافظة المحرق و3 حملات في المحافظة الشمالية وحملة واحدة في المحافظة الجنوبية ترجمة نانسي قنقر